اشتركوا في القناة نحكي توقعات اسبوع والتوقعات هاي اللي احنا منعملها هي بتغني عن توقعات شهر لانه منحكي فيها حركة الكواكب ككل طبعا اللي ما بهمه المقدم هاي يسمع اخر ثلث من الحلقة لانه هي اللي بتحكي عن توقعات الاسبوع بالتفصيل الاسبوعي ولكن الجزء الاول احنا منحكي فيه عن موضوع اللي هو الحركة الفلكية ككل خلو المسار احنا ما منذكره يعني لغناه من الحلقة صرنا نحطه في صندوق الوصف للشهر كامل يعني بتقدر ترجع انت للشهر كامل تعرف في اي يوم بدكية في الشهر عن خلو المسار بتعرف خلو المسار والخلو المسار اشي مهم جدا وضروري وخصوصا للي بيبدأوا مشاريع او خطبة او زواج او عمل مهم لانه فترة خلو المسار هي فترة سلبية جدا بتهدد بفشل هاي الامور او عركستها واحداث بعض الاعطال فيها او اشياء سلبية ممكن تحدث فعشان هيك لازم تهتموا بموضوع خلو المسار بشكل كبير اما بالنسبة لحركة القمر خلال هذا الاسبوع فعنا اول اشي امتداء من يوم امس الاربعة القمر موجود في الجوزاء ورح يستمر فيه لمنتصف ليلة الجمعة على السبت فبنتقل بعدها لبرج السرطان بعدها يوم الاثنين رح يظل فيها لغاية يوم الاثنين صباحا في برج السرطان في صباح يوم الاثنين بصير في الاسد وبستمر من صباح يوم الاثنين لغاية صباح يوم الاربعة وبعدين بنتقل للعذراء من صباح يوم الاربعة ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بنتقل للميزان طبعا في عنا احداث خلال هذا الاسبوع خمس احداث اساسية لازم تهتموا فيها بشكل كبير فعنا اول حدث اللي هو يوم الخميس اللي هو اليوم فهي زاوية تربيع وهي زاوية تربيع عنيفة جدا اللي هي بين المريخ وبلوتو احنا ذكرناها الاسبوع الماضي نبهنا لالها والاسبوع هذا بنعود بنرجع من عيدها لانها هي من اخطر الزوايا اللي بتدل على العنف وعالتفجيرات وعلى الحريق وعالنار وعالانقلابات ثورات امور لها علاقة بالحرائق بالنيران بالتفجيرات بالاغتيالات يعني هي زاوية سلبية جدا طبعا مش هي الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل معنا من هولا نهاية السنة هاي الزاوية رح ترجع مرة ثانية يعني بعد ما تنتهي تنفك فيه تراجع للمريخ رح يحدث بالفترة القادمة واثناء تراجع برضو بده ترجع تتشكل الزاوية هاي مرة ثانية وبتدل على انه فترة من هون لنهاية السنة فيه احداث بتدل على العنف وبتدل على تهديدات بحروب او اشياء لها علاقة بتهديدات حربية او اشياء وبنتمنى انه ما يصيرش ولا اي اشي من اللي احنا بنذكره يوم خمسة عشر الشهر عنا تراجع لأورانوس رح يبدأ أورانوس بعملية المراجعة وعملية التراجع هاي بتدوم تقريبا فترة الخمس شهور ففي هاي الفترة بتزداد حالات التمرد من الافراد ضد الاهل والمجتمع وممكن تحدث انقلابات سياسية وتزداد العدوانية وتضاء الانجازات في مجال التقنيات يعني برضو فترة سلبية بتدل على انه الفترة القادمة في احداث رح تكون الها علاقة بالوضع السياسي والاحداث المفاجئة اما بالنسبة ليوم ستعاش يوم ستعاش في عنا زاوية تثليث ايجابية رح تصير بين الشمس والمريخ وهاي مهمة على المستوى السياسي والعالمي يعني في بعض الاحداث اللي رح تصير يعني الشمس احنا حكينا انه هي الها علاقة بالقيادات وبالجيوش وبالدول الحاكمة وبالملوك وبالرؤساء وانها مع المريخ برضو الو علاقة بالجيش والو علاقة بالحرب والو علاقة بالنيران ففي دول رح تصدر قرارات او قرارات يكون فيها اشياء حاسمة وممكن انه تبلور او 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 اووضح ايش الرؤية بالنسبة للفترة القادمة بشكل اكبر اما بالنسبة ليوم الخميس اللي هو عشرين الشهر حكينا انه عطارد رح ينتقل يعني الى برج العذراء في ساعات الفجر وهي من الاشياء الايجابية اللي بتبلش تدخل على برج العذراء تدريجيا لانه هذا كوكب متحكم فيه اساسا ويوم اثنين وعشرين الشهر اللي هو يوم السبت فطبعا احنا من المفروض نحكي اليوم الجمعة ولكننا نذكر يوم السبت اللي هو اثنين وعشرين الشهر العذراء في اول درجاتها وهاي الشغلات الايجابية انه من هون ببلش سنت برج العذراء بشكل متصاعد يعني مش يوم اثنين وعشرين الشهر يجي واحد يقول لي وين اللي حكيت عنه انه الامور ده تتحسن بشكل متصاعد يعني كل ما بيجي يعيد ميلادك وبرضو بترافق وجود القمر في بيت حليف لايلك معناته اعرف انه هون بلشت سنتك وبلشت الاحداث الايجابية اللي تعطيك الايجابيات للفترة القادمة يعني بمعنى اخر انه احداث الاسبوع هذا عندنا ممتزجة بين سعودة وبين نحوسة في اشياء ايجابية في اشياء لها علاقة بالقرارات وبرضو في اشياء لها علاقة بالتطور على الساحة السياسية طبعا انا بالنسبة للي الجميع متعود اني انا ما بخصص وما بحكي عن دولة معينة مش اني ما بعرف لا انا بعرف لانه كل دولة لها برج وبرجها بتحكم فيها البرج فيك انت عشان انت تعرف برج الدولة اللي انت عايش فيها او اي دولة انت بدك تهتم فيها بتعرف تاريخ تأسيسها او تاريخ عيد استقلالها او العيد الوطني تاعها فمن خلال تاريخ ميلادها او تاريخ تأسيسها هذا هو البرج الخاص في هاي الدولة فاذا حكينا في الابرج اليومية انه فيه سلبية على هذا البرج اعرف انه الدولة هاي فيها سلبية على هذا البرج اذا حكينا الكوكب دخوله بيعمل ايجابية لهاي الدولة معناته بيعمل ايجابية لهاي الدولة هيك هي التوقعات الدولية بالنسبة لعلم الفلك اما اجي اقولك انا في علم الفلك انه فلان لفلاني اللي عايش في البلد الفلانية بده يصير معاه هيك وانا بدون ما احسب له بس ان هيك بتوهم لأ هاي تحليلات سياسية باجتهد فيها وبتفلسف فيها وبدخلها في علم الفلك وهي ملهاش علاقة بعلم الفلك فعشان هيك بترجى من الجميع اللي بده يهتم بتوقعات سياسية دائما ياخذ برج البلد هاي ويحلل على حسب البرج وعلى حسب تواجد الكواكب فيها يعرف ايش نقاط الضعف فاذا حكينا مثلا الضعف في بيتك الثالث معناته بيت الاتصالات والمواصلات البلد هاي بزيد فيها الحوادث اذا في بيتك الرابع بيت البيت ايش الوعلاقة بالتمرد والشغلات السلبية احنا منحكي اذا حكينا في بيتك السادس معناته بيت الصحة وبيت وزارة الصحة بيت الاطباء الشغلات اللي زي هيك او شغلات الها مثلا بالعمل او العلاقات الدولية هيك بتتحلل او هيك بتنعرف توقعات سياسية للدول عشان ما نطول حكي لانو في ناس ما بتحبش الرغي لكثير وعشان هيك الحلقة ما تصيرش مملة واني انا ببرم كثير وممل وبعيد الكلام خلينا نروح لتوقعاتنا الاسبوعية ونعرف تأثيرات الكواكب وتواجدها خلال هذا الاسبوع لجميع الابراج خلينا نبدأ الان مع برج السرطان طبعا اول شيء راح نبدأ فيه اللي هو بيتك الاول اللي هو بيت الشخصية طبعا الزهرة موجودة عندك بتدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي بتعزز ثقتك بنفسك بتخليك تهتم شوي بشخصيتك بتجميل بامور الها علاقة باللباس بالهندام قصة الشعر حيوية عالية جدا وبرضو ملفت للنظر بالنسبة للجنس الاخر بشكل كبير بالفترة فممكن تسمع مغازلة ممكن تتم خطوبة ممكن تتطور مرحلة لقاء او طلب زواج او اشياء من هذا القبيل فهي الفترة مناسبة وقوية ودعمة للك بشكل كبير حاول تستغلها من الناحية العاطفية ومستوى الشخصي بشكل مهم اما بالنسبة للبيت الثاني فهنا التقلبات على المستوى المالي الشمس عطارد موجدين في بيتك الثاني بيت المال فعشان هيك بيحدثوا بعض الاشياء المفاجئة ممكن في هذه اللحظة ترغب في بعض المصاريف او يضائق مالية او محاسبة مالية يعني ممكن تظهر بعض الاشياء المربكة بالنسبة للك ولكن بالمقابل عندك ثقة بالنفس عالية ممكن تحصل بعض المكاسب او الاهتمامات المالية او تحل مشكلة كانت معقدة ماليا بالفترة الماضية ممكن تحصل بعض الارباح اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او تحصل على نوع من انواع الهدايا اهمش انك تمسك حالك من صرف الفلوس بطريقة جنونية يعني ممكن انك تبذر اموالك بطريقة مش جيدة اما بالنسبة لبرج الجدي له بيت الشراكي مقابلك تماما وعندك ثلاث كواكب حساسي وكبيري موجودة وبتتراجع يعني المشتري زحل بلوتو الثلاث بيتراجعوا وبشكل زاوي التربيع مع المريخ فعشان هيك بتلاقي ان المشاكل اكثر بتصير على مستوى الشراكي المالية او مع الازواج فيه نوع من انواع الحدية فيه نوع من انواع التقلب بالمزاج بتنفتح مواضيع مع حدا متحمل الثاني الشاطر اللي بتصيد للثاني بالفترة هاي حاولوا قدر الامكان تمتنعوا عن المواجهات والحدية والتقلب بالمزاج مش مستاهل الامور انك تفاقموا الاشخاص اللي علاقتهم الزوجية ضعيفة ممكن الفترة هاي توصل الامور لحتى التلسين بامور العلاقة بالانفصال او الطلاق فحاولوا قدر الامكان تمسكوا عصابكو ما في داعي للمجازفات او المغامرات بالفترة هاي وتصعيد الامور بشكل كبير اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا نبتن الموجود نبتن يعني لسه بشكل بعض الزوايا اللي بتعطيه نوع من انواع الايجابية بتدعمك في بعض النقاط اللي لها علاقة باشخاص خارج البلاد او اجانب او اشخاص غرباء عنك برضو بتدعمك على مستوى مؤسسات تعليمية او دراسة او استيعاب بيكون عندك قدرة ولكن دك تمسك يعني دماغك ما تخلي يظلي شت او يفكر في اشياء ثانية او تدخل لبعض الامور الوسوسة والوهم تدخل لدماغك ممكن تهتم بثقافة معينة او لغة جديدة او دورات في مجال معين وفي منكو رح ينشط ببعض المسائل اللي لها علاقة بالقانون او المعاملات القانونية بشكل كبير بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فهون المريخ موجود طبعا المريخ بضغط بشكل كبير على بيت السمعة فعشان هيكي بنقول لك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين ما تتأخر عن دوامك في العمل ما تدخل بخلافات حدي ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حاول تداوم بوقتك ما تتغيب اهم اشي وحاول انك قدر الامكان انك تحافظ على سمعتك بشكل كبير لان الفترة هاي ممكن اي حد ينتقدك او يحاول يجرحك في سمعتك فحاول انك تكون حذر وما تترك مجال لاي حد انه يتحكم فيك او انه يسيلك اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا منحكي عن اورانوس اللي بده يتراجع زي ما حكينا يوم السبت فعشان هيك بلشت الاحداث السلبية تتحرك بشكل سلبي على مستوى بيت الاصدقاء فعشان هيك هي بتعمل نوع من انواع الخلافات او الجدالات او ممكن تخسر صديق بالفترة هاي او ممكن تتعرف على صديق بشكل مفاجئ ممكن تظهر بعض النقاشات الحادة او تتوتر علاقة ما بينك وبين صديق وصلنا للتوقعات الاسبوعية طبعا بداية الاسبوع صعبة شوي ولكن راح تكون الاجواء لصالحك بشكل كبير اذا استغليتها بشكل ايجابي وانتباهت لكل كلمة انا بحكيها والوقات بالضبط عشان تكون لصالحك من عصر امس الاربعاء القمر وصل للجوزاء يعني بيت متعبك ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت فهنا هاي الفترة مش حليف ليلك بنال التعب منك ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم او بشير القمر لركود وتأخير على سير الامور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي استريح بعيد عن الاضواء وما تختلق اعذار للهرب من المسئوليات والمهمات من منتصف ليل يوم الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان حتى صباح يوم الاثنين انتو هون مشحونون بالنشاط والحيوية وقدرون على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تتردد في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة تحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة وبتعيد لك النشاط او النشاط لحياتك بشكل كبير من اجمل ايام الشهر اذا استغلتها بشكل ايجابي من صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود بالاسد حتى صباح يوم الاربعة ثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي اهم اش انك ما تتسرع بتوظيف الاموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اشي انك تتفائل من صباح يوم الاربعاء القمر بصير في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفار داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار بسجل لقاء مهم او اتصال مفيد اليك خلال الفترة هاي ممكن تجري ابحاث او مفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة او بتلاحق اعمال ملحة وضرورية خلال هاي الفترة يعني بتكون الاجواء دعملة اليك عندك سرعة بديها وقدرة على الاقناع ولكن بدك تحذر من العصبية وتقلب المزاج في بعض الاوقات من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان ابتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم مش انك تتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر ولا الاستثمار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اترككم في القناة ترجمة نانسي قنقر